أن وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع شركائها وخاصة البنك العالمي تسعى جاهدة لتحسين النظام الصحي في شاد وذلك بمناقشتها لهذا المشروع عبر ورشة تدريبية نظمت لعمال وزارة الصحة العامة من أجل تعزيز أدائهم ومن أجل تقديم الأفضل الخدمات العلاجية للمواطنين من جانبه ممثل البنك العالمي كوفي أمبونسا أعطى شرحا مفصلا حول أهداف هذا المشروع الحيوي الذي يسهم في ترقية النظام الصحي في البلاد وأضاف أيضا أنهم يناقشون إمكانية دعم أولويات الحكومة أما وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور أبد المجيد أبد الرحيم حث على تكثيف الجهود لتعزيز نظام الصحة كما أكد استعداد الحكومة وشركائها على دعم هذا المشروع والمشاريع المماثلة التي تنصب في صالح تعزيز أداء الصحة في البلاد هذا وأن وزارة الصحة العامة والوقاية تسعى دائما لتعزيز أدائها وتطوير قطاع الصحة إلى الأفضل